أهلا بكم أعلنت المجالس العسكرية في بوركينة فاسو ومالي والنيجر توحدها ضمن نظام كونفدرالي وذلك في القمة التي عقدها زعماء الدول الثلاث في نيام عاصبة النيجر وقالت الدول الثلاث في بيان ختمي للقمة السبت أن رؤساءها العسكريين الذين تولوا السلطة إثر انقلابات قرروا عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقا بين الدول الأعضاء تحت مسمى كونفدرالية الدول الساحل يأتي ذلك فيما يلتقي رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في قمة مغيرة في أبوجة وسط حالة من الانقسام تسود دول منطقة غرب إفريقيا قمتان ومنطقة واحدة تباعد في المواقف والاتجاهات في منطقة غرب إفريقيا تعكس الانقسام السائد فيها تباعد ازداد أكثر مع اتخاذ الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر خطوة أخرى نحو القطيعة مع تكتل دول غرب إفريقيا إثر إعلان توحدها ضمن كونفدرالية تضم الدول الثلاث في قمة جمعتهم في نيامي عاصمة النيجر وقالت الدول الثلاث في بيان ختامي إن التحالف أصبح كونفدرالية تضم حوالي 72 مليون نسمة من أجل عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقا بين الدول الأحضاء يأتي ذلك فيما يلتقي رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو في قمة مغيرة الأحد في العاصمة النيجيرية أبوجة وبعد عدد من اللقاءات الثنائية هذه أول مرة يجتمع قادة الدول الثلاث منذ أن وصلوا إلى السلطة في انقلابات عسكرية وجعل رؤساء دول الساحل الثلاث من السيادة المحور الرئيسي لحكمهم وابتعدوا عن فرنسا القوى المستعمرة السابقة وطردوا تدريجيا القوات الفرنسية عن أراضيهم كما خرجت من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس متهمة المنظمة بأنها أداة بيد باريس واتجهت الدول الثلاث إلى بلدان أخرى مثل روسيا وتركيا وإيران وصفة هذه الدول بأنها شريكة صادقة من جهة أخرى يعقدوا رؤساء دول سيدياو قمة الأحد في أبوجة يبحثون خلالها مسألة العلاقات مع تحالف الدول الساحل ودعا عدد من رؤساء غرب إفريقيا في الأسابيع الأخيرة إلى إيجاد حل لمعاودة الحوار بين الطرفين وتدهورت العلاقات بين التكتل والدول الثلاث بشكل كبير إثر الانقلاب العسكري في النيجر إذ فرضت الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا عقوبات اقتصادية على النيجر متوعدة بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم وتم رفع العقوبات في فبراير الماضي لكن الفتور لا يزال يسود العلاقات بين الطرفين رغم الدعوات التي أطلقها بعض الرأساء لاستئناف الحوار نناقش هذا الموضوع بشكل أوسع معنا من واشنطن ديفيد شن سفير الوليات المتحدة السابق لدى بوركينا فاسو سيد شن أهلا بك معنا إلى الآن لم يصدر أي تعليق من الوليات المتحدة حول هذا التحالف الجديد برأي كيف ستتعامل وتقيم الوليات المتحدة خطوة إنشاء كونفدرالية الدول الساحل الأفريقية التي تشكلت من قبل حكومات عسكرية وليست منتخبة وصلت إلى السلطة عبر انقلابات أعتقد أن أمريكا ستحاول أن تعمل مع هذا التحالف الجديد لدول الساحل وستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للدول الثلاثة أعتقد أنه لابد أن نكون واقعيين حول معنى هذا التحالف هناك دول مغلقة فقيرة ثلاثة تحتاج إلى علاقات تجارية مع منظمة الإكواس أي مجموعة اقتصادية لدول غرب إفريقيا وهي كانت سابقا من دول الإكواس لن يكون الأمر سهلا بالنسبة لهذا التحالف ولكن أمريكا ستبزل كافة الجهود الضرورية لتتعامل مع هذه دول وما زالت لديها سفارات في هذه الدول الثلاثة كيف ستؤثر هذه الكنفدرالية الجديدة برأيك على جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة خصوصا في ظل التوترات الحالية مع إكواس كما تفضلتها بحاجة إليها ولكن في ذات الوقت ترى هذه الدول أن إكواس مهيما عليها من فرنسا مثلا ما هي الخطوات التي قد تتخذها الولايات المتحدة لضمان استمرار جهودها في مكافحة الإرهاب وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية مع كل هذا التطور في تلك المنطقة أمريكا ستلعب دورا محدودا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب مع هذه الدول كان لأمريكا وجودا في النيجر وقاعدة وطلبت حكومة النيجر إغلاقها وأمريكا أعتقد أنها ستكون قد سحبت كل الجنود الأمريكيين في غضون نهاية السنة لا أعتقد أن هذه الدول الثلاثة يمكنها أن تتوقع الكثير من الدول الغربية في مجال مكافحة الإرهاب عليهم أن يعتمدوا على الأصدقاء الجدد روسية وإيران وتركيا ومن المثير للاهتمام أن نرى ماذا يمكن أن تفعل هذه الدول الثلاثة لمواجهة التهديدات الجهادية التي تأتي من الشمال أتوقع أنها لن تتمكن من أن تفعل ما تريد بطريقة الملائمة كما تفضلت هذه الدول الثلاثة توجه نحو التعاون مع روسيا وتركيا وإيران كيف ستتعامل إذن الولايات المتحدة مع هذا التوجه؟ ألا يمكن أن يشكل ذلك خطرا إقليميا في المنطقة؟ ليس بالضرورة تهديدا إقليميا أمريكا لديها علاقات جيدة مع تركيا وإن كان بتركيا أن تتعامل بشكل إيجابي مع هذه الدول فقد يؤدي ذلك إلى نتائج مرضية أما روسيا وإيران فهي أمر مختلف أمريكا تعتبر تدخل إيران وروسيا في منطقة الساحل تدخلا لا يساعد ولا أعتقد أن هذه الدول ستتمكن من أن تنجز الكثير في مكافحة الجهادية إذن ماذا يجب أن تقوم به الولايات المتحدة؟ أولا على أمريكا أن تشجع الدول الثلاث لتصل إلى بعض الخطوات أو بعض الاتفاقات مع دول الإكواس هي كانت أعداء في المجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا الإكواس وبالتالي ربما يمكن أن تحافظ على علاقات معها وهذا ما ستشجعه أمريكا كذلك يجدر أن تكون أمريكا جاهزة لمساعدة الدول الثلاث لو رأت أنها لا تحصل على الدعم الذي تنتظره من الأصدقاء الجدود مجددا إيران وروسيا خاصة لا أعتقد أن أي من هذه الدول ستقوم بعمل كبير فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي لهذه الدول سنرى ما الذي ستفعله أيضا في مجال مكافحة الجهادين إذن هل يمكن للولايات المتحدة فعلا أن تتعاون مع حكومات وصلت إلى السلطة بانقلابات عسكرية ألا يتنافى ذلك مع الديمقراطية والحرية التي تسعى الولايات المتحدة إلى نشرها نعم هذا صحيح وأمريكا في الماضي كانت تحجب المساعدات العسكرية عن الدول التي يقودها أو تقودها نظم عسكرية مثلا كما حصل الآن في النيجر المساعدات الإنسانية يمكن أن تستمر وأعتقد أنها ستستمر ولكن المساعدات العسكرية تستمر طيب هذه الدول حينما قامت بالانسحاب من مجموعة إيكواس التي تضم خمس عشرة دولة حين كانت عضوا فيها قالت سبب الانسحاب هو هيمنة دول غربية على هذا التحالف المهم في تلك المنطقة اليوم ما هو رد الولايات المتحدة على القادة العسكريين في كونفدرالية الدول الساحل الذين يدعون أن تحالفهم هو بديل عن التجامعات الإقليمية المصطنعة كما يقولون تحت هيمنة القوى الأجنبية بصراحة أعتقد أن الدول الثلاج ستتعلم في الأشهر المقبلة ما الذي يمكن أن تحصل عليه من الأصدقاء الجدد وأعتقد أن أمل هذه الدول سيخيب لناحية التوقعات ومن الممكن أن تستنتج بعد سنة أو سنتين أنه رغم عدم رضاها عن فرنسا أو عن الولايات المتحدة الأمريكية ربما أن فرنسا وأمريكا تقدم أكثر مما قد تقدمه روسيا أو إيران وبالعودة إلى موضوع مكافحة الإرهاب والديمقراطية ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة للتأكيد على دعمها للديمقراطية في ظل وجود حكومات انقلابية وحقوق الإنسان في كونفدرالية الدول الساحل داخل هذه الدول التي تحكمها أنظمة عسكرية غير منتخبة من شعوب تلك الدول الثلاثة أمريكا تحاول الانفتاح على دول أخرى في المنطقة أعضاء في إكواس لتحسن العلاقة معها بعضها يواجه أيضا تهديدا جهاديا وأمريكا تريد أن تضع حدا لهذه التهديدات وبالتالي أمريكا ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة الدول الأعضاء الأخرى في الإكواس لمواجهة هذه المشكلة في نهاية المطاف دول هذا التحالف الجديد في الساحل ستعي أنها تحتاج إلى علاقات لا تكتفي بإيران وروسيا وتركيا لأن ذلك لن يحل مشاكلها من واشنطن كنت معنا ديفيد شن سفير أوليات المتحدة السابق لدى بوركي نفاس شكرا لك ولوقتك شكرا لك